موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وكل عام أنتم بخير طبعا اليوم عندنا اونر ماجيك ايربود سماعة إذن لاسلكية مقدمة من قبل شركة اونر متوفرة بشكل رسمي في السوق السعودي بسعر 399 سيريال سعودي ما عادت أقريبا 100 دولار طبعا راح ترك التفاصيل موجودة في خانة وصف راح يكون فيها عدة ألوان لون أبيض أو الأزرق فحسب الذوق اللي انت تحبه خذ اللون المناسب لك لكن عادة أو نشوف أغرب السماعات لما توصل لهذا السير في أكثر من تضحية ورح نتكلم عن هذه النقطة لاحقا لكن ذكرتها في بداية عشان تتذكر لما نقولها وش سوت شركة اونر وش طحت عشان تفهم الموضوع بشكل كامل وش الموجود بداخل الصندوق راح تلقى الحافظة راح تلقى سماعات الاذن وأيضا راح تلقى عدد من وسائد لي الاذن من نوع السيليكون تجربها كلها عشان تشوفوش الأنسب بالنسبة لك لأنها راح تلعب دور كبير جدا في مسألة العزل بجانب انه هذه السماعة تدعم تقنية العزل الرجيج وأيضا في مسألة الثبات والراحة والسلك اليوس بي تايب سي ممتاز وهذا يعطيها أحدث التقنيات موجودة مع هذه السماعة هذه هي السماعة مع الحافظة الحافظة صغيرة الحجم قد تتكلم عن 51 من البلاستيك اللما ولو أني تمنيت أن تكون بلاستيك مع التم طبعا ما عندي أي مشاكل صراحة من ناحية جود التصنيع يوس بي تايب سي وزر بجانب يوس بي تايب سي راح يفيدك مثلا إعادة الاقترام أو الاقترام بشكل يدوي أو الاقترام بجهات جديد لنرى LED من الخارج وأيضا من الداخل قواعد المغراطيس بثبات ممتاز ما عندي أي ملاحظات وهذه هي السماعات تأتي أيضا في جود تصنيع ممتازة وثابتة للأمانة مريحة وثابتة بشكل ممتاز ما عندي أي ملاحظات في هذه النقطة تحديدا السماعات تأتي منطقة يعني بحجم معقول الصراحة للتحكم في عدد من الوظائف في مثل تقنية اللمس وهي تعمل بشكل رائع خلينا نخلص من هذه النقطة لكنها محدودة جدا جدا من ناحية الوظائف ولازم تحط وظيفة أو وظيفتين بمعنى أصح من ناحية النقر مرتين أو النقر بشكل مطول ومن هنا راح تلقى أنها يعني مثلا مثلا تحكم مستوى الصوت هذا لازم يكون من خلال نفس الهاتف المحمول أو الجهاز اللي سويت للإقتران مع هذه السماعات فهي محدودية من ناحية أو محدودة من ناحية الوظائف لكن من ناحية الاستجابة لا يوجد أي ملاحظات فيها السماعة تدعم أساسيات الصوتيات من ناحية الاس بي سي والأي اي سي وفيه الهاي كوليتي واللي لازم تفعله بشكل يدوي واللي هو عبارة عن اي اي سي لكن ما فيه ابتيكس أو الابتيكس او 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 الالدك هذا الشي غير موجود مع هذه السماعة طبعا ما فيها من معيير تقنة الشحل السلكي هذا الشي غير موجود لكن بالنسبة لمسألة البطارية خلينا ندخل فيها بشكل واضح بالنسبة للحافظ ستعطيك 13 ساعة والسماعات ستعطيك 3 ساعة ونصف الساعة وفيها خاصية الشحن السري في 15 دقيقة ستعطيك 80 دقيقة إضافية لكن من خلال تجربتي باستخدام تقنية العزل للضجيج من ناحية الملفات والمكالمات أعطاني أقل مذاكرة الشركة يعني على سبيل المثال في مسألة المكالمات أعطاني ساعة و 45 دقيقة في مسألة الملفات الصوتية أعطاني ساعة و 45 دقيقة فهذه أول تضحية شركة أونر مع هذه السماعة أن البطارية ما رح تصل معك لفترة جدا طويلة على أقل يعني على أقل أن وضعها في مسألة الحافظة فيها 13 ساعة وفيها خاصية الشحن السري ومن ثم في مسألة عدة أسئلة رح تجيني هل في تأخير في مسألة نقل الصوت لما أرى فيديو هذا الشيء غير موجود مع هذه السماعة جربتها مع نتفليكس واليوتيوب ما عندي أي ملاحظات فيها من ناحية أقدر أستخدمها كسماعة واحدة نعم بإمكانك فعل هذا الشيء طيب في مسألة جودة المكالمات وشركة فيها فهي مزودة بالثلاث مايكات وللأمان جودة المكالمات ممتازة صراحة مقارنة بالسعر ممتازة ما عندي أي ملاحظات فيها لا يوجد صدى في الصوت لا يوجد أي مشاكل أو شخص الذي كنت تكلمها كان يسمعني بشكل واضح لا يوجد أي ملاحظات طيب أوكي فهمنا وش رايك في مسألة تقنية العزل للضجيج للأمانة فاجأتني وكان أداءها ممتاز مقارنة بالسعر لكن ليس بنفس مستوى السماعات المتخصة أو الغالية بشكل واضح مقارنة فيها لا ليس الأفضل مثلا الرياح وغيرها سيكون فيها تأثير لكن مستوى العزل الصراحة مقارنة بالسعر يعني الصراحة فاجأني وأشوفها ممتاز مقابل السعر أشوفها جدا جدا ممتاز هل هي مناسبة في مسألة الألعاب؟ لا فيها تأخير وهذا الشيء لاحظت مع هذه السماعة وهو أمر طبيعي فيها تطبيق نعم فيها تطبيق اسمه AI Life والذي يوفر لك عدد من الخصائص والوظائف تطبيق بسيط بإمكانك التعامل فيها تدعم تقنية بتوز 5.0 وفيها خاصية الإقتران السريع إذا كان معك جهاز من أونر أو من هواوي أو بقية الأجهزة أو خارج أونر أو خارج هواوي ما سيوفر لك النافذة والإقتران السريع سيكون هناك إقتران لكنه ليس بالسرعة لما يكون لديك جهاز أونر أو جهاز من هواوي فعبي توضح هذه النقطة طيب أقدر أشوفها في أكثر من جهاز؟ لا هذا الخيار غير متاح مع هذه السماعة طيب وش رايك في مثلا جودة الصوتيات ممتاز جدا وهنا للأسف التضحية الثانية التي سوتها شركة أونر مع هذه السماعة في مثلا جودة الصوتيات مهب الأسوأ وليست الأفضل يعني إذا كنت في مثلا ملفات الصوتيات أو الموسيقى الروك أو الباب سيكون كويس في مثلا الميد والهابي فوكل والصوات البشرية سيكون كويس لكن في مثلا البيس وهو مضخم للأسف مهب غريب جدا جدا غريب يفتقر لمثلا البيس بعض الأحيان يكون مقبول مهب متوازن تماما من الصراحة في مثلا البيس واقصد من ناحية المضخم هذا الشيء لحظته الصوت بالفعل عالي هذا الشيء يحسب لهم لكن الصوت لما ترفع بشكل عالي جدا فوق ثمانين أو سبعين بالمئة رح يكون مثلا صوت القيتار رح يكون جدا جدا حاد فبالتالي أتمنى يكون في تحديث يحل هذه النقطة لأن البيس كان فيها أضعف نقطة فيها إذا بعض الأحيان بعض الأحيان يكون البيس يعني لما قلت في البداية أنه غير متساوي بعض الأحيان يكون واو شيء مبالغ جدا فيه بعض الأحيان يكون جدا جدا فقير يعني مش متوازن فيه مشكلة في مثلا أداء البيس مع هذه السماعة ما فيه هذا الشيء غير موجود مع هذه السماعة فجودة الصوتيات جيدة جيدة إلى مقبول إذا كنت من الراك أو الباب فيه أفضل منها بكل تأكيد فيه خيارات كثيرة أفضل من هذه السماعة لكن هذا فيما خصوص من مسألة جودة الصوتيات هذا رأي أولا وأخيرا وهذا كان استراضي بهذه السماعة أداء ممتاز من ناحية العزل للضجيج مقابل السعر أداء ممتاز من ناحية المكالمات تصميم وجود تصنيع ممتازة يعاني السلبيات الخاصة بهذه السماعة في مسألة بطارية كنت أتمنى تكون بعمر أطول وفي مسألة جودة الصوتيات فيما يخص بمسألة البيس وعدم يعني توازل البيس مع هذه السماعة أعطنا لايك في خانة التليقات إذا عجبك في ديو تضغط زر اللايك واشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيه الله عليه هناك وإذا ما أعجب تضغط على زر السلايك نشوفكم أخرين شاء الله وعلى سلامة